سفر المزامير المزمور الأول توب للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاط لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا فيكون كشجرة مغروسة عند مجار المياه التي تعطي ثمرها في أونه وورقها لا يزبل وكل ما يصنعه ينجح ليس كذلك الأشرار لكنهم كالعصافة التي تذريها الريح لذلك لا تقوم الأشرار في الدين ولا الخطاط في جماعة الأبرار لأن الرب يعلم طريق الأبرار أما طريق الأشرار فتهلك المزمور الثاني لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قدر عنا ربطهما الساكن في السماوات يضحك الرب يستهزئ بهم حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه أما أنا فقد مسحت ملكي على سهيون جبلي قدسي إني أخبر من جهة قضاء الرب قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك سألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك تحتمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم فالآن يا أيها الملوك تعقلوا تهدبوا يا قضاة الأرض عبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة قبلوا الإبن لألا يغضب فتبيدوا من الطريق لأنه عن قليل يتقد غضبه توبى لجميع المتكلين عليه المزمور الثالث مزمور لداود حينما هرب من وجه أب شالوم ابنه يا رب ما أكثر مضايقيا كثيرون قائمون علي كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه أما أنت يا رب فترسن لي مجدي ورافع رأسي بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه أنا اتجعت ونمت استيقظ لأن الرب يعددني لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي قم يا رب خلصني يا إلهي لأنك ضربت كل أعداء على الفك هشمت أسنان الأشرار للرب الخلاص على شعبك بركتك المزمور الرابع لإمام المغنين على ذوات الأوتار مزمور لداود عند دعاء استجب لي يا إله بري في الضيق رحبت لي ترأف علي واسمع صلاتي يا بني البشر حتى متى يكون مجد عارا حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الكذب فاعلم أن الرب قد ميز تقيه الرب يسمع عندما أدعوه ارتعدوا ولا تخطئوا تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم واسكتوا اذبحوا ذبائح البر وتوكلوا على الرب كثيرون يقولون من يرين خيرا ارفع علينا نور وجهك يا رب جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم اذ كثرت حنتتهم وخمرهم بسلامة أضطجع بل أيضا أنام لأنك أنت يا رب منفردا في تمأنينة تسكنني المزمور الخامس لإمام المغنين على ذوات النفخ مزمور لداود لكلمات أصغي يا رب تأمل صراخي استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي لأني إليك أصلي يا رب بالغداة تسمع صوتي بالغداة أوجه صلاة نحوك وأنتظر لأنك أنت لست إلها يسر بالشر لا يساكنك الشرير لا يقف المفتخرون قدام عينيك أبغط كل فاعلي الإسم تهلك المتكلمين بالكذب رجل الدماء والغش يكرهه الرب أما أنا فبكسرة رحمتك أدخل بيتك أسجد في هيكل قدسك بخوفك يا رب اهدني إلى برك بسبب أعدائي سهل قدامي طريقك لأنه ليس في أفواههم صدق جوفهم هوة حلقهم قبر مفتوح ألسنتهم سقلوها دنهم يا الله ليسقطوا من مؤامرتهم بكسرة ذنوبهم طوح بهم لأنهم تمردوا عليك ويفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد يهتفون وتظللهم ويبتهج بك محب اسمك لأنك أنت تبارك الصديق يا رب كأنه بترس تحيطه بالرضا سفر أمثال سليمان الحكيم الفصل الأول أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل لمعرفة حكمة وتأديب لإدراك أقوال فهم لقبول تأديب التعقل الحق والعدل والاستقامة لتعطي الأغرار فتنة والشاب معرفة وتدبرا يسمعها الحكيم فيزداد تعلما والفهيم فيكتسب تدبيرا لفهم المثل والكناية كلمات الحكماء وألغازهم مخافة الرب رأس المعرفة أما الحمقى فيحتقرون الحكمة والتأديب اسمع يا بني تأديب أبيك ولا ترفض تعليم أمك لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك يا بني إن أغواك الخطاط فلا ترضى إن قالوا هلما معنا نكمن للدم نختفي للبريء لغير علة نبتلعهم كالهاوية أحياء وصحاها كالهابتين في الجب فنجد كل ثروة ثمينة نملأ بيوتنا غنيمة تلقي قرعتك فيما بيننا يكون كيس واحد لجميعنا يا بني لا تسلك في الطريق معهم امنع قدمك عن مسالكهم لأن أقدامهم تجري إلى الشر وتسرع إلى سفك الدم فإنه باطلا تنصب الشبكة أمام عيني كل ذي جناح أما هم فيكمنون لدمهم يختفون لأنفسهم هكذا طرق كل من يربح كسبا شريرا فإنه يذهب بنفوس أصحابه الحكمة تناد في الشارع في الساحات تطلق صوتها تدع في رؤوس الأسواق في مداخل أبواب المدينة تنطق بأقوالها إلى متى أيها الأغرار تحبون الغرة والمستهزئون يسرون بالاستهزاء والأغبياء يبغدون المعرفة ارجعوا عند توبيخي ها أنا ذا أفيد عليكم من روحي وأعلمكم كلماتي لأني دعوت فأبيتم مددت يدي وليس من يبالي بل أهملتم كل مشورتي ولم ترتضوا توبيخي فأنا أيضا أضحك عند بليتكم أسخروا منكم عند مجيء رعبكم إذا جاء رعبكم كعاصفة وأتت بليتكم كزوبعة إذا حل بكم شدة وضيق حينئذ يدعونني فلا أستجيبوا يبكرون إلي فلا يجدونني لأنهم أبغضوا المعرفة ولم يختاروا مخافة الرب لم يرضوا بمشورتي استهانوا بكل توبيخي فلذلك يأكلون من سمر طريقهم ويشبعون من مؤامرتهم لأن ارتداد الأغرار يقتلهم واطمئنانا الأغبياء يبيدهم أما المستمع لي فيسكنوا آمنا ويستريحوا من رعب الشر ترجمة نانسي قنقر